بوقف خطة تخفيف الأحمال بنطاق كل المناطق على مستوى بعض المحافظات بنطاق الجمهورية يعني معنى كده ان تخفيف الأحمال هيقف هل مؤقتا وهيرجع تاني بعدد ساعة أقل هل ده خطة هل 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 تعالوا نشوف التفاصيل نوه المصدر في تصرحات خاصة لأن الوقف مؤقتا حتى صدور التعليمات أو لحين إشعار آخر وأكد المصدر أن هناك انتظاما في ضخ الغاز الطبيعي المسال لمحطات توليد الكهرباء مما ساهم في توفير القدرات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة تعظيم سلام ده شغل كويس زي ما بننتقد الحاجات السلبية لما بيتدي تتاخد خطوات إيجابية بنقول برافو الله ربنا يكمل والمجهودات تمشي على خير نفسي نفسي كل يوم يبقى معايا خبر أو خبرين حلوين أقولهم للناس الأخبار الحلوة هي الحقيقة عمرها ما هتبقى كل أخبارها حلوة بس على الأقل لما بيبقى فيه سعي خطوات السعي لإنهاء أي مشكلة دي في حد ذات حاجة كويس الناس تعمل اللي عليها والناس تتحرك والمواطنين يقدروا ده ويحسوا بتغيير فيستمر دعم الدولة لدعم المواطن للدولة وهو في البداية هو مسئولية وجه لها سيادة الرئيس أكتر من مرة اهتموا بمشاكل الناس اهتموا بموضوع قطع القهربة عايزين نقضي على المشكلة دي فهي ليست حاجة جديدة لكن هو الراجل عارف معاناة المصريين وعارف معاناة المصريين مع الأسعار وعارف مشكلات المصريين مع الصحة وبيحاول قدر الإمكان ويشغل عليها وده في حد ذاته حاجة تخلينا متفقلين أن القادم أحسن بإيه؟ بأن كل واحد في موقع مسئوليته من الوزير للغفير يعمل شغله يعمل الحتة اللي عليه فبدل ما تجيلي المشكلة 80% 90% 100% لا تجيلي 60% 50% يبقى في حل تاني أقدر أتعامل فيارب يعني لحد كده منقول ألف ألف مبروك انتهى وقف تخفيف الأحمال نهائيا ومفيش وقف تخفيف الأحمال